اشتركوا في القناة وثم نسموه دور الإنساني ولفتات الحنية من جلالته تجاه الدول والشعوب الشقيقة والصديقة والتي تعكس المواقف الثابتة لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا تجاه الأشقاء والأصدقاء في مختلف دول العالم وذلك ضمن مساعي جلالته بترسيخ التضامن الدولي وانطلاقا من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مملكة البحرين بمختلف شعوب العالم كما تقدم سموه بخلص الشكر والعرفان إلى جلالة الملك المعظم بمناسبة صدور الأمر السامي بإعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وتجديد الثقة الغالية بتكليف سموه برئاسة مجلس الأمناء كما أشاد سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة بقيادة سموه للعهد رئيسي مجلس الوزراء وجاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وثمن سموه الجهود المخلصة للإدارة التنفيذية وجميع منتسبية المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في إدارة عمل المؤسسة ورعاية الأسر المنتسبة لها واستهل سموه الاجتماع بكلمة ترحبية هنأ فيها أعضاء مجلس الأمناء على ثقة الملكية الغالية بتعيينهم أعضاء في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية كما وجه سموه إلى مواصلة العمل ضمن رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم واتخاذ الخطوات المهمة لتنفيذ توجيهة جلالته لمواصلة العمل الإنساني بإبداع وتقديم الرعاية المتميزة والشاملة للأيتام والأرامل وجميع الفئات المستحقة إلى جانب المساهمة في مد يد العون وتخفيف معاناة الشعوب في الدول الشقيقة والصديقة ومساعدتهم انطلاقا من الواجب الإنساني الذي يحتمه علينا ديننا الإسلامي الحنيف واطلع سموه شيخ ناصر بن حمد على التصاميم الهندسية لمشروع مقر المؤسسة الجديد كما اطلع سموه على آخر التطورات في المشاريع التنموية والاستثمارية التي تقوم بها المؤسسة لصالح منتسبيها مشيدا سموه بافتتاح مشروع النتاج خير البحرين ومستواه الراقي والمميز والذي يعمل على صناعة كوادر بحرينية رائدة متميزة في مجال الإنتاج بكافة أشكاله من جانبه أشهد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالرعاية الكريمة التي يليها جلالة الملك المعظم لعمل المؤسسة مثمنا قيادة سموه شيخ ناصر بن حمد ومتابعاته لتفاصيل العمل وقيادته للمؤسسة بكل إبداع